قالت شرطة نيوزلندا أنها عثرت على أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين تطفو على سطح البحر في نقطة بعيدة من المحيط الهادئ بعدا ألقت بها مجموعة دولية لتهريب المخدرات وفيما لم تجري أي عملية اعتقال بعد قالت الشرطة أنها وجهت ضربة مالية لمتجين مخدرات من أمريكا اللاتينية وموزعها في أكبر عملية حجز للمخدرات تقوم بها الشرطة النيوزلندية وقالت الشرطة أن كمية الكوكايين ألقي بها في نقطة عبور عائمة في وسط المحيط الهادئ قبل أن تعترضها سفينة تابعة للبحرية النيوزلندية كانت تبحر هناك الأسبوع الماضي ومعد العثور على المخدرات قفلت السفينة رجع إلى نيوزلندا في رحلة استغرقت ستة أيام حيث جرى توثيق الكمية المحجوزة ثم تدميرها وعضفت أن قيمة المخدرات التي حجزت تفوق 300 ألف دولار وكانت موجهة فيما يبدو إلى استراليا لتغذية سوقها بما يكفي سنة كاملة تقريبا والكمية نفسها كانت ستغذي سوق نيوزلندا طيلة 30 سنة كاملة